إلى ملف الغاز الصخري الآن حيث أو ملف عين صالح حيث تحدثت قوى المعارضة عن منع الأجهزة الأمنية قيادات من تنسيقية الانتقال الديمقراطي من إقامة تجمعات شعبية في عين صالح التي تشهد حالة غليان على خلفية المسيرات المناهضة لاستغلال الغاز الصخري إلى ذلك حمل نواب أحزاب المعارضة ما يحدث في الجنوب الجزائرية المسؤولية للأغلبية التي وافقت على قانون المحروقات قبل سنتين تفاصيل هذا الموضوع مع محمد بومجو بعد مرور سنتين من مصادقة البرلمان على قانون المحروقات والذي تضمن حينها جزئية استغلال التقليدية يعود الحديث اليوم في ظل الاحتجاجات العارمة التي يعرفها الجنوب ضد استكشاف الغاز الصخري حول إمكانية استدراك الأمر من طرف النواب الذين صادقوا على القانون احنا رفضنا كل ما في القانون المحروقات رفضنا كل ما يتعلق بالغاز الصخري ودعونا حينها إلى فتح نقاش عام في المجتمع لأننا كنا ندرك وقتها وقت التصويت في جنوبي 2013 كنا ندرك أبعاد وخطورة هذا الموضوع والخلفية تتعو الأغلبية وحنا تعرف رأينا في المجلس الشعبي الوطني الأغلبية صوتت لهذا القانون رأي لم تقتصر عليه أحزاب المعارضة فقط خاصة وأن من يمتنع عن التصويت على هذا القرار يرى أن النواب المصوتون على المشروع معنيون اليوم بأحداث عين صالح نشوف هذا الرأي أنه فيه كثير من الصواب لأنه فعلا يعني لولا نواب الأغلبية لما مر هذا القانون ولما استطعت الحكومة أنها تقوم بالعمل اللي قامت به اللي هو الاكتشاف وتقدير قدرات الجزائر في هذه المادة أحنا في الحقيقة الشيء اللي نستغربوه من النواب الذين أو من الأحزاب السياسية التي صادقت على هذا القانون أنه لما قامت الاحتجاجات عنها عين صالح شفناهم هم الأوائل الذين ذهبوا إلى عين صالح سكان عين صالح والتي دامت وقفاتهم أزيد من شهرين عليهم أن يحملوا المسؤولية لنواب الشعب أولا لأنهم من صادقوا على القانون وما ترتب عنه ما يحدث اليوم شكرا